أيام قليلة بتفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وبدء الدعاية الانتخابية في 9 نوفمبر الجاري إن شاء الله على أن يبدأ سبق الانتخابي في الخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر بينما يبدأ في الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر هناك حالة من النشاط فيما يخص الحملات الرسمية للمرشحين لرئاسة الجمهورية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي استقبلت بمقرها رئاسي بمحافظة القاهرة وفدا من الاتحاد التعاوني الزراعي وكان في استقبال الوفد سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية والذي قال إن القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال التسع أعوام الماضية في دوق ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي لمصر وكان للمرشح موقف واضح لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية واستصلاح مساحات جديدة وأيضا فرص عمل سهمت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي هذا فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة وتوفير التمويل اللازم للفلاحين ترجمة نانسي قنقر